السلام عليكم ما هي حقيقة الجن؟ هل هم أشباح خفية لها قدرات عجيبة خارقة وسرعة فائقة في التنقل من مكان إلى مكان؟ هل هي فعلا تتعاون مع الكهنة والعرافين وتطلعهم على أمور غيبية كما تؤذي بعض الناس وتتركهم مصروعين؟ هل تعشق نساء البشر أحيانا وتتلبسهم فلا تخرج من أجسادهم إلا برقية شيخ أو تميمة عراف؟ هذا وغيره كثير هو ما يعتقده للأسف كثير من الناس عن الجن ومما زاد الطين بالله دفاع الشيوخ والعلماء عن ذلك التصور الخرافي للجن حتى زعم بعضهم في كتبه إن إنكار هذا الجن الخرافي هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة وحاشى للإسلام أن يغرس الخرافة والوهم في نفوس متبعيه وقد نزل بتحرير الإنسان من كل خوف إلا من الله تعالى أما نحن الأحمديين فنقول إن الجن هو اسم يشمل كل ما يستطر عن نظر الإنسان سواء كان بشرا أو عدوا أو حيوانا مؤذيا أو كائنا من الكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة وإن الجن المخاطبة في القرآن الكريم بالعبادة وإحكام الدين هو صنف من البشر وليسوا أشباحا ولا عفريت وهم من قال الله فيهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ألم يجعل القرآن الكريم الإنسان فقط منوطا بالتكليف والجزاء فقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ألم يؤكد القرآن الكريم أن الله تعالى لا يرسل رسولا إلا من جنس قومه وقد أرسل رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم لكل العالمين إنسهم وجنهم فقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا ألا يثبت ذلك أن الجن هم من جنس البشر ألم يستمع نفر من الجن للقرآن الكريم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وذكر أهل التفسير أنهم كانوا نفرا من أهل مصيبين وكان أحدهم يسمى زوبعة وأنهم جاءوا إلى مكة متسللين في جنح الظلام يستطرون عن أعين مشركي قريش ولذلك سماهم القرآن جنا فما علاقة الأشباح بتلك الآية الكريمة ألم ينزل القرآن الكريم لهداية الناس حصرا وتعليمهم أحكام الشريعة فأين كتاب الجن وأحكامهم يا ترى لو كان المقصود بالجن كائنات شبحية غير البشر أم ليس لهم نصيب في أحكام الشريعة الإسلامية التي بيّنها القرآن الكريم هل لهم صلاة ووضوء وزكاة وحج وجهاد لم تذكر في كتاب الله الكامل لماذا لم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته مع المشركين أين كان جهادهم لو أنهم فعلا أشباح مكلفون بأحكام الدين الحق أنه لا تكليف بالدين إلا للبشر وأن الجن المكلفين بأحكام الشريعة هم بشر مثلنا وليسوا أشباحا وإنما وصفوا بلفظ الجن لما اتصفوا به من الخفاء والاستتار والدليل أن الله تعالى قال عن النار وقودها الناس والحجارة فأين سيعذب الجن الشبحي لو كان من المكلفين خدعوك فقالوا إن الأحمديين ينكرون الجن ولو صدقوا لقالوا إن الأحمديين يؤمنون فقط بما أثبته القرآن الكريم والسنة النبوية وينكرون ما أشيع بإسم الجن من خرافات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان